ايه بصوا مش النهاردة او الحكاية مش حكاية النهاردة بس او حكاية لعيبي فيوتشر انهم مثلا ضياء بعض الوقت في المباراة الاهلي يسيبك من دي هي القصة مش فيوتشر عشان ما نبسكش بس الحكاية تبقى هي فيوتشر لا او لعيبي فيوتشر النهاردة لا ده بقى عرف موجود في الدول المصري بقى عرف عند اللاعب المصري المفروض الموضوع دوت نتكلم عنه طول الوقت كويس ان مرسل الكرة تتكلم على الكلام دوت مهم جدا اعيب متأكد مثلا الجهاز الفني لفيوتشر النهاردة ما قالش للعابين ابو ضياء وقت اكيد انا متأكد وكثير من الاجهزة الفنية مش هعمله كده بس اللاعب تلقائيا لما بيتعب لما بيحس بضغط لما بيبقى الآن بيقع لوحده يقولك اراع شوية اخفى عن نفس الضغط شوية الكلام ده مش بيحصل في اوروبا عشان كده الكرة بتتطور طول الوقت في العالم كله واحنا بنضيع وقت ده بيهمد اللعيبة بيهمد الفريق المنافس وبيهمدك انت كمان بيخلي اللعب وحش وعادة يعني تضيع الوقت ده ما بيجيبش نتيجة في الآخر لو الحظ مع الفرقة اللي قدامك هيجيب جنف آخر دي مش مشكلة مش باتكلم برضو على فيوتشر او الاهلية او المحلة او اسماعيلية او زمالي او اي فرقة همنتكلم على كل العرف ده لازم يخلص لازم ينتهي ما تبقاش هيا دي القعدة انه اللعيبة تضيع وقت لو هي حاسة ان هي اضعف من المنافس عشان الكرة تبقى حلوة الراجل متضيع ان الكرة مكتش حلوة ما قالكش انه عشان ما كانش عندي فرص لا عشان الكرة الرتم بيقع الرتم بيبقى ممل والجملة حلوة او في النص اوي اوي قالك ممكن تضيع وقت بالكرة صح صح انا فاكر منشستر سيتي بس مش فاكر المنافس مش فاكر بسوعة ممكن يكون ارسنال يعني منشستر سيتي في اخر مباراة تقريبا ارسنال عشان مش متأكد جالهم رقنية كان مشهد شهير اوي الموسم اللي فات جريلش بيلعب الرقنية الهالند وهالند يفضل ياخد الكرة عند المكان بتاع الكورنر ويغبطها في المدافع مرة تانية تطلع كورنر فدت القصة دي تتعامل مثلا اربع خمس مرات ورا بعض موضوع تضيع وقت بس في اللعب محدش وقع انت وشطرتك باقي بتاخد الكرة اخدها معرفش تاخدها انا بضيع وقت بس بالطريقة الزكية مثلا يعني